اشتركوا في القناة 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 عندما نسقط بدل أن يكونوا مصلحين لأنه من خاف تتشوه صورتنا بعيون الناس منحاول أنه نخفي خطيانا ما بدنا تنكسر صورتنا الحلوة قدام الناس ومن تظاهر أنه كل شيء منيح منجي على كنيسة منرنم منصلي منزقف ومنبسط ومنخدم ومنعطي ومنعمل أعمال خيرية قداش نحن حلوين بس ما عنا قوة ما عنا فرح حقيقي ما عنا نصرة ما في عنا سلام بقلوبنا في شي جوة عم يجعل لما تكون موجوع بتروح عند الطبيب بتقول له دخيلك يا حكيم طمني وبدل ما يطمك الحكيم بخوفك بس بخوفك كرمي المصلحتك بخوفك ما بينفع تظل لك حاطة رأسك بالرمل وتقول ما في شي إذا سقطتو أقوم موضوعنا اليوم رح نقسم لثلاث أجزاء الجزء الأول لما تروح عند الحكيم شو بيقلك أولا بيقلك اعرف حالتك تانيا بيقلك اغتنم الفرصة معك هلوقت تالتا بيقلك عالج نفسك متل ما بينصحك رح نبلش بالجزء الأول اعرف حالتك لما تروح عند الحكيم بيحذرك ثلاث تحذيرات بتنبهنا منهم كلمة الرب تحذير الأول بركة الرب ليست علامة إن وضعك سليم إن وضعك صحيح إذا كان الله بعده عم بيباركك هذا ما بيعني إن وضعك الروحي سليم صليت و الرب استجاب صلاتي يعني الرب راضي علي مش يمكن من شفقة الرب عليك وعلى الناس يلي عم بيصلي لأجله من الرب استجاب خدمته كانت خدمة مباركة يعني أنا الرب مبسوط مني مش يمكن الرب عم يعمل لأجل اسمه حتى يتمجد بين الأمم بشرته في ناس آمنت يعني وضعي الروحي سليم مش يمكن الرب لمس قلوب الناس من خلال شي تاني أنت ما معك خبر فيه لأن كلمتي لا ترجع إلي فارغة نقنع أنفسنا أنه كل شيء على ما يرام بس في صوت عم ينخسك من جو علاقتك المكسورة مع أخيك الأفلام يلي بتتفرج عليها عشورك يلي مش عم تدفعها الكذبة يلي اخترعتها الخطيئة يلي عايش فيها الهالة يلي حططها من حولك كلها مش أكتر من ورقتين المسألة مسألة وقت فقط حتى تسقط أيهما أهم دورك بالخدمة أم علاقتك الشخصية مع الله أيها أهم صورتك قدام الناس أم رضى الساكن في العلايقة الرب بيستخدمنا من رحمته ونعمته وأمانته ومحبته ليس من صلاحنا لأن هباة الله ودعوته هي بلا ندامة فالله لما يعطيك موهبه ما بيندم لكن الله بيتوقع منا أنه نتعامل مع الموهبية اللي بيعطينا إياها بكل قداسة ومسؤولية فالتحذير الأول اعرف أنه إذا الرب عم بيبارك حياتك بركة الرب مش علامة أنه وضعك روحي سليم مش كتير تحط إيديك بماء بيدي تحذير الثاني بركة الرب قد تفقدها إذا كنت مستهدرا إذا كنت شخص مستخف من الجدي يمكن تخسر بركة الرب النجاة بفعل الخطيئة مرة لا يعني النجاة كل مرة أقوموا كما في كل مرة ولم يعلم أن الرب قد فارقه الكلام عن مين؟ عن شمشون كان عم يلعب بالنار شمشون أم وبيو حذروا قوعة دليلة قوعة يا ابن بنات العالم الغير مؤمنين ما تخافوا علي قد وقدود وإيجي الدليلة؟ حبيبي يا شمشون خبرني شو سرقوتك قالوا ربطوني بحبال وبفقد قوتي ولما نام ربطوا بالحبال وبعي وأطع الحبال عم بتكذب علي يا شمشون خلاص رح خبرك ربطوا سبع خصل شعري بوتد الخيمة وبفقد قوتي كمان وعوا تاني مرة وقاموا ألع وتد الخيمة إجتات مرة عم تبكي كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي ضاقت نفسه وخبر الحقيقة بالآخر قالوا إذا حلقته أصير مثل باقي الناس وأفقد قوتي ولما نام هاك عمله أصوله شعره لشمشون ولما استفاء من النوم لم يعلم أن الرب قد فارقه هذا بيعلمنا دارس أنه مشكل مرة تسلم الجرة لا تنام بين القبور ولا تحلم أحلام وحشي سقوط الإنسان ليس حدث مفاجئ إنما نتيجة خيارات عدة خاطئة توصله إلى السقوط مش من ساعتها بتكون الشغلة ربي حذرك عدة مرات إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل عم بعمل خطيئة بس مش رح خلي حدا يعرف ركزوا معي إذا الرب سمح إنه الرجل الوحيد بالتاريخ يلي قال عنه الله حسب قلبي إنه ينفضح هذا بفرجينا إنه ما في ضماني لأي واحد مننا من يكتم خطياه لا ينجح ومن يقربها ويتركها يرحم لما ينفضح الإنسان ما بتقول تعرف إذا دموعه دموع التمسيح أم دموع التوبة صح ولا لا لكن ليس خفيون إلا وسيعلن الاعتراف أمام الرب في السر أفضل بكتير من الفضيحة في العلن وإذا ما رح تنكشف هون رح تنكشف هونيك أمام كرسي المسيح قدام كل الخليقة مشكلة المشاكل هو ترخيص النعمة يلي الرب غمرنا فيها بدنا غفران بدون توبة بدنا مناولة بدون اعتراف بدنا معمودية بدون التزام أنتوا عارفين أنه قبل 16 مرة مذكور فيها كلمة مخلص 420 مرة مذكور كلمة رب يسوع مش ببس مخلص يسوع هو رب الخليقة كلها فبركة الرب قد تفقدها إذا ما كنت صهران عليها بأمانة إذا كنت شخص مستهدر تحذير التالت بركة الرب قد تتحول إلى لعنة كبيرة نفس الأشياء يلي باركتك الرب فيها قد تتحول إلى لعنة بحياتك مارتين لوثر كان يقول الله أعطى الإنسان الجنس ليقود إلى الزواج والطموح ليقود إلى الخدمة والخوف ليقود إلى الإيمان لكن الخطر يكمن في أن يتحول الجنس إلى شهوة ردية والطموح إلى حب الظهور والخوف إلى نامسية قاتلة عندها تتحول عند إذن البركة إلى لعنة شاول باركوا الرب واختاروا حتى يكون ملك على كل شعب إسرائيل لكن شاول حول البركة يلي عطاياها الرب للعنة لما اعتبر نفسه أنه هو فوق وصية الله شو اللي صار مع شاول بحسب الشريعة بحق بس لصبت لاوي أنه هني أدمو الذبائح وشاول هو منصبت بين يمين ولما راح للحرب نشوف تجلد وقدم الذبيحة تخطى حدوده مين بسترجع يقول له شيء من يجرؤ على سؤال الملك إذا الإنسان مش هو يخط حدود لنفسه ما حدا بيقدر يحط له حدود المنصب لا يخول أحد أن يكسر قوانين الله الخطر كل الخطر على أي خادم أو أي مؤمن يعيش من دون مسائلة أو محاسبة أو يعتبر نفسه أنه هو فوق الشبهات ممنوع حدا يظن فيه أو يسأله من يومين كنت مع أخ مسؤول عن مؤسسة مسيحية قال لي سمعت أنه في أخ عم يقول عني أني سجلت أراضي المؤسسة بإسمي راح ادقيت له وطلعت له عنده أخدت له كل السكوق وفرجيته إياها طلعت فيه متفاجئ قلت له آخر همك شو بقول قال لي لا ليش ليش لخلي عنده زنون مستعد للمسائلة إذا أرادت أنك تمتحن إنسان منحه سلطة نبو خذ نصر رفعوا الرب وصلتوا على كل ممالك الأرض وصدق حاله أليست هذه بابل العظيمة ياللي أنا بنيتها بتخيل الملاك كانت عم تضحك وعم تسمعه وعم بقول هاي تقول له عن جد عن جد صدقت حالك وبلحظة ملاك من السماء إجا الأصاص وفرجاه حجمه الطبيعي لما فأت عقليته وما رجعوا الرب لملكه إلا لما تواضع من بعد سبع سنين بيلاتو تصدق حاله ويف المسيح قدامه عم بيحاسبه قال له ليه سلطان أنا أصلبك وليه سلطان أنا أطلقك تطلع في يسوع قال له لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيته من فوق قلت للمفتخرين لا تفتخروا لا تتكلموا بعنق متسلط لأنه لا من مشرق الشمس ولا من مغربها لكن الله هو القاضي بنوا إسرائيل استعبدوا بأرض مصر والمصريين أكلوا لهم حقهم لكن الرب دخل وعوض لهم عن السنين يلي استعبدوهم فيها فخرجوا بأملاك جزيلي خرجوا معهم كمية كبيرة من الدهب بركة كبيرة من الرب بس شو عملوا فيها عملوا فيها عجل من دهب وقعدوا يسجدوا لأله وحولوا البركة إلى لعنة مع كل نقطة قوة الله بيعطيك ياها هناك فرصة موازية للسقوط في الكبرياء إياك تخلي موهبتك فرصة للإفتخار هذه هي بداية السقوط فجزء الأول اعرف حالتك روح عند الحكيم عند الطبيب السماوي خليه يعمل لك تشخيص لحالتك ووضعك الروحي أمامه كيف مش مهم شو مبين من برا مش مهم شو أنت حاسس حالك مهم الحكيم يفحصك عن جد ويقل لك شو باك جزء الثاني اغتنم الفرصة الله مكتوب عنه في الكتاب هو إله كل نعمة بيعطي الإنسان فرصة تانية من بعد السقوط ثلاث أشياء بنتعلمها عن الفرصة التانية فرصة التانية دليل نعمة من الله ومحبة منه فرصة التانية هي دليل نعمة الله ومحبته لما رجع الإبن الضال عند بيو رجال وقفين على الصفين حتى يرجموا ريحة الإخنزير طالعة منه عم بتفوح منه لكن بيو ركض من بين كل الناس ووقع على عنقه وقبله واختضنه حتى يحمي من عيون الناس وحجارة الناس وحكي الناس ابني هذا كان ميتا فعاش اذبحوا العجل المسمى ألبسوه الحلة الأولى اجعلوا خاتما في يدي والناس عم بيتطلعوا متفاجئة عم بتكافي قالوا لا عم بعطي فرصة تانية هيدا إله كل نعمة ركزوا معي الله بيحبنا من بعض ما نسقط تماما أد ما بيحبنا قبل ما نسقط الله بيحبنا من بعد ما نقع بالخطي تماما أد ما بيحبنا قبل ما نقع بالخطي إنه إله كل نعمة سبيرجين بيقول نحن نسير في سفينة نعمة الله عندما نقع نقع على السفينة ولا نقع من السفينة نقع على السفينة سفينة النعمة ولا نقع من السفينة محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة الفرصة الثانية دليل محبة الله وقبوله لأنه لكن الفرصة الثانية لا تعني إعفاءنا من المطلوب منها يونان الرب عطاه فرصة ثانية بلعوا الحوت ليونان رجع بزقوا الحوت ليونان من بعض ما سرق للرب والرب قاله عطيتك فرصة ثانية هلأ شو قاله جا روح على نينوى الرب ما بغير رأيه الرب يخلصنا وبيسمحنا لحتى نرجع نعمل المطلوب منه قم اذهب إلى نينوى بقى طلب من ابنه يحط الحطبة بالنار غضب وقب عطيتك يومان بعد يومان وعلى حال ورجع على البيت يجل عند بي يا بابا أنا غلطت ما كان بدها الآن سامحني يا بي قدم البايا وعبط وقال له حبيبي أنا أكيد سامحتك وقعدوا مع بعضهم بعد شوية قال له أم حط الحطبة بالنار الرب سامحنا حتى نعمل الصح مش بي سامحنا وبيعفينا من عمل الصح الفرصة الثانية دليل نعمة الله ومحبة الله لألنا تاني شيء الفرصة الثانية قد لا تتكرر مرة أخرى إما بتستفيد منها أو ما بتستفيد منها يونان استفاد منها قام وذهب إلى نينوى وكان يكرز فيها داود استفاد من الفرصة الثانية واتواضع قدام الرب بترس استفاد من الفرصة الثانية وبعد وقت قصير مشوفوا واقف مملوء بالروح الأدس عم يوعز لآلاف الناس بيوم الخمسين بينما شاول الله أعطاه فرصة تانية ما استفاد من الفرصة تانية اللي أعطاه إياها الرب امتحان الطاعة الأول سقط فيه شاول وقدم الذبيحة وقت يلي ما بيحق له يقدم الذبيحة راح الرب عطاه فرصة تانية للطاعة قال له يا شاول روح حرم عمليق كمان شاول من جديد كسر وصية الرب مرة تانية وعفى عن خيار الغنب ورجع وعم يسأله شو هيدا وبلش يخلق الأعذار رفضوا الرب راح سامويل يتشفع لأجله شو قاله الرب لسامويل لا تعد تكلمني بالأمر وأنا قد رفضته عطيته فرصة رفضها عطيته فرصة تانية كمان رفضها ومنشوف إذا بنقرة سيرة حياة شاول الرب تركه عشرين سنة أخرى في الحكم لأنه مش دايما أصاص الرب بيكون فوري بس كيف كان العشرين سنة العشرين سنة يلي عاشهم شاول عاشهم بمرارة كان يبغته روحهم رديق كان متمنى إنه الرب يحكي معه بس الرب ما عاد حكي معه كل هيدا السنين كلها ما عاد قادر يسمع صوت الرب شاول وبالتالي لم يكن قادرا على التوبة شو نفعت عدة سنين مدن بركة الرب في حياتك بركة الرب وحدها تغني ولا يزيد معها تعبا أعطيتها زمانا لتتوب ولم تتوب إني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إلا لم تتوب يعني عندك وقت محدود أصلح وضعك قبل فوات الأوال نقطة التالتة متعلمها الفرصة التانية لا تعطي عدم لا تعني عدم تحمل النتائج شو يعني داود عطى الرب فرصة تاني قال له مرة حتموت سامحتك بس الولد مات والسائف لم يفارق بيت داود إذا أنت شو يعني منطبقها عمليا كيف منطبقها عمليا علينا إذا أنت أسأت لأحد وطلبت من الرب الغفران الرب يسامحك بس مش معنات أنه ناس هتسامحك إذا أنت أخطأت وبزرت مصرياتك على الخطية وصار في عليك دايم تبت ورجعت للرب الرب يسامحك بس المصاري اللي أخطوا من الناس بدك تردهم في نتائج بدك تتحملها إذا أنت كنت شخص مسرف سكير تشرب وتضلك تشرب حتى نضرب كبدك تبت وآمنت للرب الرب سامحك بس بي في نتائج كبدك مضروب بعدك عم تتحملها في أزة جسدي أنت عايش فيه ما عندك فكرة قداش ممكن يكون عدد الناس يلي بيتأزوا لما أنت تخطئ كم واحد تشرد مع داود بسبب خطيته كم واحد مات بالحرب بسبب خطيته كم واحد مات ودربه من رب الوباء لما داود قرر من رأسه أنه بدي يعد الشعب ويتباه بعدد كثرة الشعب حتى وعي داود أخيرا قال له أنا اللي أخطأت ما ذنب هؤلاء الخراف فرصة الثانية لا تعني عدم تحمل النتائج جزء الثالث والأخير المهم يلي بدنا نوصل لأله عالج نفسك نوصل للحل إذا سقطت أقوم ما هي سبل العلاج كيف تنهض من جديد نقطة الأولى أول نقطة حدد خطيئتك واطلب المساعدة الابن الضال راجع إلى نفسه أقومه وأذهب إلى أبي وأعلن عن إفلاسي أمامه أحياناً أحياناً كثيراً لما توقع بدك من يسندك حتى تقدر تقوم صح ولا لا مش كل مرة من نقدر نقوم لواحدنا مرات كثيراً بدك من يسندك حتى تقوم مشان هيك الله أقام مرشدين في الكنيسة أشخاص قلوبهم مليانة رحمة ونعمة وإيمان وقوة مرات كثيراً أنت ما بيكون عارف حالك شو باك صاب صغير راح عند الحكيم عم يبكي قال له دخيلك يا حكيم كثير موجوع قال له شو عم يوجعك قال له كلني موجوع قال له دلني وين الواجع شو عم يوجعك دلني حط أصبع على رأس وصرخ قال له وين كمان حط يضعبط وصرخ قال له وين كمان حط أصبع على ركب وكمان صرخ قال له مش عارف مشكلتو من وين ويا ما مرات نحن منكنش عارفين مشكلتو من وين بدنا حكيم يساعدنا حتى نطلع من المشكلة ياللي نحن فيها اذكر من أين سقطت وتو اعرف أصل المشكلة من وين شو اللي خلاك توصل لهون ارجع للجذور الطبيب مرات براجعك لطفولتك خبرني كل شي عنك فرجيني سجلك الصحي من أوله بيرجع لأمور متوارثة في حياتك من أهلك انتو بتعرفوا انه فيه إشا كتير مناخدها أمراض مناخدها بالوراة من أبائنا وأجدادنا مش بس جسديا كمان نفسيا وكمان روحيا وكمان فيه لعنات وخطايا بتلحقنا منتوارثها من الأجيال يلي من قبلنا تحتاج إلى طبيب إلى شخص يساعدك نقطة تانية تحمل المسئولية ولا تلوم أحد ما تلوم حدا ما تحط اللوم على حدا داود تحمل المسئولية أمام توبيخنا ثاني النبي ما عادي يخلق له أعذار ما حط اللوم على حدا ما عادي يدافع عن نفسه ما قال هي أغرطني ما قال الناس تفشوني هني أشاروا علي شو قال أنا أخطأت قد أخطأت جواب الرب الرحوم لقلو كان لن تموت توبة صادقة مش متل توبة شاول شاول لما جاء قالوا لك كيف تقدم الذبيحة هطلحق عصامويل قالوا ما أنت تأخرت لما جاب الغنم من الغنيمي قالوا لك شو هوا الغنمات قلتلك حرم عمليق قالوا ما جبتوا للذبح للرب إلهك دائما جوابوا تحطباته دائما بيخلق أعذار هاي دي مننا توبة أبدا على الإطلاق أحتمل وغضب الرب لأني أخطأت إليه داود لم يرفض تأديب الرب فأي ابن لم يؤدبه أبوه لما ثار علي أبشلوم ابنه ما تمسك بحقه بالملك أنا الملك ترك المدينة ونسحب هو والرجال يلي معه لأنه كان عارف أنه هيدا أصاص من الرب ابنه الخارج من أحشاء قلب ضده أخي توفل مستشاره الأقرب لأله قلب عليه خضع لسيادة الله وأصاصه وكان طالع على جبل اللي بيعرف القصة مغطي راسه وعم يبكي وحتى ما قبل أنه يأخذ تابوت الرب معه كان عنده كلمة وحدة على لسانه إذا سر بي الرب وأرجع عنه كل يلي كان عم يعمله كان عم بيصلي يا رب أنت اشتغل يا رب أنت حمق مشورة أخي توفل والرب استجاب تشيرشيل كان يقول ثمن العظمة هو تحمل المسئولية كون رجلا وتحمل المسئولية مسئولية سقوطك نقطة التالتة والأخيرة تعالى بتوبة صادقة وقلب منكسر هذه نصيحة الرب وصية الرب لإله رجع الأبن الضال قال له أحسبني كأحدي أجراك خطية داود كانت خطية أخلاقية خطية شاول كانت خطية تقصية مش لازم تقدم الضبيحة أقدمها بأنما خطية داود زنا والقاتل خطية أخلاقية أيها برأكم أشار طبعا الخطية الأخلاقية لكن منشوف الرب سامح داود واسترد داود ورفض شاول والسبب لا أنه داود تواضع وتاب أبام الرب توبي صادقة حقيقية القلب المنكسر لا تحتقره يا الله كان عنده كتير خوف داود أنه يصير معه يلي صار مع شاول ويفارقه روح الرب فكان عن بيصلي مسموه روح دو خمسين روحك القدوس دخيلك لا تنزعه مني طهرني بالزوفة فأطر شو خاص الزوفة لا الزوفة بتطهر شو طهرني بالزوفة فأطر كل شيء تطهر بالدم نحنا بنعرف لأنه بالزوفة كان يغطه الدم ويرشه وبالدم لتطهر نحنا بحاجة إلى دم المسيح ودم المسيح متوفر لنا جميعا الروح المنكسرة والدم المرشوش أقامه من جديد ما دافع عن نفسه ما خلق أعذار لنفسه ما حط اللوم على حدا بيقلوا إليك وحدك أخطأته والشرق قدام عينيك صنعت مثل ما ذكرت ما في خطيه بعد أشهر من خطيه داود الزنا والأتل والربعة فرصة تانية وأقامه من جديد باللغة اليونانية في ثلاث كلمات تشير إلى التوبة الكلمة الأولى ميتانويا معناها تغيير الفكر الكلمة الثانية ميتاميلومي معناها الندم وعذاب الضمير الكلمة الثانية أبيستروفي ومعناها أن تغير اتجاهك وترجع التوبة الصادقة هي مزيجة من الثلاثة معا التوبة الصادقة هي أنك تغير فكرك هي أنك تندم بالأول وتغير فكرك وتبدل اتجاهك إذا سقطت أقوم خلاصة الأمر بالآخر الصديق يسقط سبعة مرات ويقوم لماذا يذكر عدد سبعة؟ رقم سبعة عدد الكمال يعني ليس مهم كم مرة بتسقط الرب بيرجع بقومك من أول وجديد في ترنيمي كنا نرنمها من زمان تقول تقول ربي يا من بذلت دماك ربي يا من فديتني لا أدري كيف بل ولماذا يا رب أنت أحببتني فإن سقطت ليس سواك من سقطتي يقيمني وحتى لو تركتك ربي وإن نسيتك لا تنساني كلنا في الموازين إلى فوق كلنا عنا تلول كلنا نسقط كلنا في هذه أو تلك لكن الله إله كل نعم يعطينا فرصة تانية فلنغتن مها بمجرد ما إنك موجود هون اليوم واسمعت هذه الوعظة يعني الله عطاك فرصة تانية فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم آمين ربي بارك كلمته لأقلوبنا ننحني أمام الرب في كلمة صلاة نمتحن نفسنا قدام الرب تعالوا نجي مع بعضنا كلنا عند الطبيب قالوا اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري فحصني يا رب فرجيني وين المشكلة في شي غلط بحياتي في شي نقصني في خطيئة بعدها سر مخباية مش تايب عنا في عندي علاقة مكسورة في عندي سر مخبا مش قادر أحكي فيه إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت بشكرك لأنك تعطيني فرصة تانية يا رب إله كل نعمة إله كل رحمة إله كل بركة قل له يا رب اخدنا من الفرصة اليوم واطلع من الباب من هذه القاعة من الكنيسة اليوم إنسان تانية بتوب صادقة بقلب منكسر قلب المنكسر والمنصحق لا تحتقره يا الله نشكرك أيها القدوس الرب لأن ذبائحك هي روح منكسرة نأتي إليك بروح منكسرة في هذا الصباح أنت الفاحص القلوب والمختبر الكلة كل شيء عريان وما تشوف أمام عينيك أنت من معك أمرنا أيها الرب تعال روح من دمك علينا جميعا كأفراد وككنيسة طهرنا من كل خطيئة استر عيوبنا بدمك نشكرك لأنك تسامحنا لكي نصلح حياتنا عند إذن نفلح عند إذن ننجح عند إذن نطفيد ببركات السماء علينا ومن خلالنا أيضا للآخرين بارك شعبك الساجد أمامك يا رب نشكرك من أجل هذا الرجاء الذي لنا إن سقطته أقوم نشكرك من أجل كل نعمة يا إله كل نعمة من أجل مراحمك التي لا تزول وهي جديدة في كل صباح نأتي إليك يا رب بصدق بطوبي بتواضع بانكسار في هذا الصباح ردنا إليك وعلمنا أن نعمل رضاك لأنك أنت إلهنا روحك الصالح يهدينا في أرض المستوية لك كل المجد لك كل الأكرام والشكر أيها الرب باسم يسوع آمين